بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في لقاء جديد في برنامجكم لقاء الأثراء اليوم حقتنا إن شاء الله موضوعها محبة الله سبحانه وتعالى وسيكون معنا ضيفا فاضلا باسمكم رحب فيه معنا الشيخ حمد عبد الرحمن الكوس الإمام والخطيب في وزارة لقاف حياكم الله شيخ حمد وسعداء برقائك الله حيك بارك فيك واشكركم على هذه الاستضافة المتجددة وزاركم الله خير على هذه الجهدة طيبة حياك الله اليوم شيخ حمد بحمد الله سبحانه وتعالى موضوع حلقتنا عن محبة الله سبحانه وتعالى وطبعا نبدأ الموضوع بالحديث عن ماذا تعني كلمة ولطل المحبة لغة واصطلاحا حتى نبين ذلك للمشاهدين الكرام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أخوه الغالي وتسمح لي أحنا ما أحوجنا في هذه الأيام إلى تحرير المصطلحات وإلى معرفة الحقة للحب الحقيقي لأنه تداخلت مع هذه الأسماء محبة الأشياء التي قد تكون فيها مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى والناس قد يعشقون ويحبون ما يؤلمهم ويجلب لهم الهم ويتركون أعظم حب وهو حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومحبة الصالحين من الأنبياء والمرسلين والصحابة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين فمحبة موضوع مهم ولابد الإنسان أن يعين معناه وأسبابه ويحققه لأنه إذا نال هذه المحبة نال أعظم المقامات وعلى الدرجات ونال القرب من ربي البريات سبحانه وتعالى فيصبح ويبيت وقد غفر له وقد حقق الله عز وجل له مراده في الدنيا ودفع عنه الشر وحقق له مراده يوم القيامة فمحبة الله سبحانه وتعالى راحة وسعادة وفرحة ولذة إيمانية لو أردنا أن نتكلم عن محبة الله عز وجل نتكلم عن المحبة في اللغة المحبة لها عدة معاني هذه المعاني لها ارتباط لا شك بعد غليل في المعنى الصلاحي فالمحبة في اللغة قيل أنها تدل على اللزوم والثبات اللزوم والثبات كما ذكر ذلك ابن مفارس فتدل على أن هذا الشيء لازم من هذا الإنسان وثابت فهذه من معاني المحبة لغوية نعم وكذلك من معاني المحبة طبعا إرادة ما تراه أو تظنه خيرا إنسان ما يراه أو يظنه خيرا هذا من نوع من نوع المحبة ميله قلبه لهذا الشيء فهذه من المعاني في اللغة ميل الإنسان ولزومه وهناك ارتباط لا شك بالمعنى الصلاحي طيب شيخ حمد زاكر الله خير أنت تكلمت الآن عن معنى المحبة لغة مثل ما شانا لذلك مع الحبة مشاهد الكرام ونعرف الآن ما المقصود بالمحبة استلاحا بارك الله فيك نعم المحبة استلاحا قال بعض العلماء كالراغب هي ميل النفس إلى ما تراه وتظنه خيرا هذا في الاستلاح وهي نوعان نوع طبيعي مثل الإنسان يكون يعني هذا الحب يكون في جميع المخلوقات تحب بعض الأشياء وتميل إلى بعض الأشياء كالطعام والشراب وهناك حب اختياري وهذا الحب الاختياري يقتص به الإنسان وهذا الاختياري إذا اختار الإنسان اختيارا صحيحا فهنا يكون حبا صادقا حقيقيا نافعا له وقال بعض العلماء الحب والمحبة هو إفراط الرضا وهو قسمان قسم يكون لكل مكلف مثل إيمان بالله سبحانه وتعالى والتصديق بما يجب به وهناك قسم لأرباب المقامات مثل ما يكون في الناس من درجات الرضا بالله سبحانه وتعالى والدرجات العالية في التوكل هذه كل ما وصل الإنسان بالدرجات العالية في التوكل والدرجات العالية في الرضا والدرجات العالية في الصبر هذا هو ميدان المحبين الذين يصلون إلى ما أمر الله سبحانه وتعالى به هناك شك أنواع للمحبة بحسب المحبين فهناك حب للإنسان لما يشتهيه من طعام وشراب وغيره وحب ما كان فيه منفعة للإنسان وحب مركب بين الطعام وما كان مركبا بين الشهوة والمنفعة نعم إذا شيخ حمد نفهم منها بعد تعريف المحبة لغة اصطلاحا طيب هناك رابط أكيد شيخ حمد بين اللغة والاصطلاحة في المحبة محبة الله سبحانه وتعالى تدل على أن هذا الإنسان ملازم لحب الله عز وجل ومراد الله سبحانه وتعالى وما يحبه الله سبحانه وتعالى نعم جميل وأيضا ذكرت شيخ حمد زاكر الله خير أن أيضا المحبة لها نواع ولها تقسيمات أول نوع اللي بتكلم عنه يعني بحسب أنواع المحبة بمقصود بحسب المحبين شيخ حمد يعني بحسب الشيء اللي أنت تحبه هناك شيء إنسان هناك أولا طبعا حب طبيعي وحب اختيار كما قلنا والحب الاختيار إنسان قد يختار أشياء يراها فيها منفع له شهوة أو منفعة أو ما كان مركبا من شيء في شهوة وفيه منفعة هذه النوع الثالث وهناك الحب الذي يكون حب الفضيلة حب الفضيلة هو حب الإنسان الباقي إلى قيام الساعة الذي ينفعه ويرفعه كحبه للعلم وحبه لله عز وجل وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب هناك أيضا قسمة ثانية شيخ حمد لأنواع المحبة أيضا نحن الآن تحدثنا عن أنواع المحبة بحسب المحبين لكن أيضا هناك أنواع المحبة بحسب المحبوبين فمم يقصود بهذا أنواع شيخ حمد أنواع المحبة بحسب المحبوبين أي من يستحق منا المحبة هم لا شك أنهم ثلاثة أصناف أو ثلاثة أنواع من المحبوبين أعظم حب وأجمل حب وألذ حب وهو الحب الذي لا يفنى ولا يبيد ومن وصله فهو السعيد هو حب الله جل جلاله ويندرج بعد ذلك حب رسوله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك محبة الصالحين من الأنبياء والمرسلين ومن العلماء ومن غيرهم من الأولياء ومن فيه خير وفيه صلاح فهذه كلها تدعو إلى محبة الله عز وجل فهذه الأمور لا بد الإنسان عليها أن يحرص على حبها وعلى تقرب الله سبحانه وتعالى بمحبتها نعم طيب شيخ حمد الآن يعني ربما يعني يتسأل الإنسان والإنسان بطبيعي يعني يتسأل هل محبة الله سبحانه وتعالى يعني أليست هيب الإنسان فطرية شيخ حمد كون أن يحب الله عز وجل أما هي تتفاوت يعني بين بين الإنسان وآخر شيخ حمد زاكي الله خير الحب لا شك أنه يعني بالنسبة للإنسان أنه مفطور على أن يحب لمن أحسن إليه ولكن الإنسان لن يصل إلى هذا الحب حقيقة إلا بمعرفة الله عز وجل معرفة حقيقية فإذا عرف الإنسان ربه أحبه لا محالة كما قال الإمام القيم فالإنسان لا شك أنه سيميل لهذا الأمر ولكن هناك أمور قاطعة وهناك أمور مانعة وهناك دعاوة والدعاوة إذا لم تقم عليها بينات فأصحابها دياء الله دمين ولذلك يا شيخ حمد بمعرفة الله سبحانه وتعالى كما تفضلت الذي يعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة يحبه عز وجل بل هو من يخشاه لذلك الله سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء لأنهم يعرفونه حق المعرفة وأنه كانت تلازم بين المعرفة والمحبة والعلم لا شك أن معرفة الله عز وجل هي أصل المحبة فإنك لن تحب شيئا حتى تعرفه حقا وربما كانت هذه المعرفة ناقصة فتكون هذه المحبة ناقصة بقدر نقصان المعرفة لذلك من أراد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى فطريقه أولا المعرفة والعلم ثم بدأ ذلك العمل وإذا جمع الإنسان بين العلم والعمل فقد جمع أعلى الدرجات وأعلى المقامات نعم إذن شيخ حمد تسمع لعندنا فاصل إن شاء الله تعالى ونكمل معاك ابن الله عز وجل إذن أيها الحبة فاصل أراجعي لكم في لقاء على ثراء أخلكم معنا إن محبة الله من أعظم مقامات العبادة عليها تدور رحى الطعا والسير إلى الله لأنها تسوق المؤمن إلى القرب وترغبه في الإقبال على الله وتجشم المشقة والعناء في سبيل رضى الله والفوز بجنته قال تعالى في وصف المؤمنين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم حياكم الله ويحبة الكرام من جديد في اللقاء على ثراء متواصل معكم عن خير المحبة في هذا البرنامج وحلقة اليوم عن محبة الله عز وجل مع ضيفي الفاضل فاضلة الشيخ حمد عبد الرحمن الكوس الإمام الخطيبة في وزارة الأوقاف حياكم الله شيخ حمد يحياك الله الله حيك شيخ حمد قبل فاصل تكلمنا وعرفت زاك الله خير المحبة لغة واستلاحا ثم ذكرت أقسام المحبة ونوعها بحسب المحبين ويضا بحسب المحبوبين الآن سألنا قبل الفاصل شيخ حمد أليست محبة الله سبحانه وتعالى في الإنسان مجبول عليها فطرية ذكرت ذلك أمر صحيح لكن لا شك أن من يعرف الله حق المعرفة هو من يخشاه ويحبه وذلك السؤال التالي شيخ حمد ما الأسباب التي تعيني الإنسان وتساعده أو عبارة أخرى الجانبة لمحبة الله سبحانه وتعالى ذكر الله خير هذا سؤال مهم ولابد أن يعيه الإنسان إذا أراد أن يعرف الله عز وجل حق المعرفة لا بد له أولا وأخيرا أن يعرف بأن الطريق إلى الله عز وجل بوابته في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وادعى كثير من الناس محبة الله عز وجل فامتحنهم الله عز وجل بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فهذه الآية قال العلماء أنها تفضح هذه الدعاوة وتفضح هؤلاء الناس الذين يدعون المحبة ويخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على أمور كثيرة سوف نأخذ منها مجموعة من هذه الأمور التي هي من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى إذن هناك أسباب شيخ حمد لمحبة الله سبحانه وتعالى أسباب الجالب لذلك نأخذ على الترتيب شيخ حمد بناء الأهمية أم أن يذكر ليس رأي الأهمية هذه الأسباب أختصرها الإمام القيم رحمه الله نعم ذكر أولها نعم سوف نأخذها باختصار لأنها تحتاج إلى تفصيل وشرح ولكن نأخذها على أجالة نعم قال الإمام القيم رحمه الله أن من أسباب جالب لحبة الله سبحانه وتعالى قال هي عشرة ذكر منها قال قراءة القرآن الكريم بالتدبر والتفهم لمعاني القرآن الكريم هو كلام الله وفضل كلام الله على البشر كفضل الله على سائر البشر فلا يوجد مقارنة أبدا بين كلام الله عز وجل وكلام البشر وقال خباب بن أردت رضي الله عنه إنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما جاء منه الله أحبك فهذا كلام الله عز وجل أعظم كلام وأجمل كلام وأحلى كلام هو التجارة رابحة إن الذين يتلون كتاب الله وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لنتمور فإذا قرأ القرآن فهذا قد ذكر الله عز وجل بأعظم الذكر والله عز وجل يقول فاذكروني أذكركم وأعظم الذكر هو هذا القرآن الكريم فلا شك أن هذا القرآن هو السبب الأول لبلوغ محبة الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف أو كما قال صلى الله عليه وسلم نعم هذا حديث صحيح صحيح الشيخ الأباني رحمه الله هذا هو السبب الأول هذا أول سبب لمحبة الله أن تتلو كلامه عز وجل وتقبل على وتعمل به وتتدبره وتفهم معاني وبقدر هذه الدرجة من تفاهم تدبر حظ عمل يكون إنسان له درجة عالية فهناك من يقرأ ويعمل هناك من يقرأ ويحفظ ويعمل هناك من يتوسع ويتفقه فبقدر منالك من هذا القرآن من علما وعملا تنال على درجة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن أو علمه جميل نعم طيب الآن ذكرنا أول سبب شيخ حمد هناك أيضا لأن هذا السبب منصوص عليه في الحديث شيخ حمد وهو النوافل بعد الفرائط هذه أمر إنسان قد يتساهل فيها ويغفظ عنها شيخ حمد نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي يقول الله عز وجل من عاد لي وليا فقد أذنته بالحر وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجه التي يمشي عليها ولا انساء لني لعطينه ونستعاذني لعطينه هذا الحديث حديث عظيم شرحه بعض العلماء كالإمام الشوكان في مجلد كامل وقيل أنه من أشرف وأعظم الأحاديث حديث يسمى حديث الولاية الله عز وجل يخبر فيه وينبئ عباده من خلال الوحي الذي أوحاه لنبيه صلى الله عليه وسلم أن من عاد وليا لله عز وجل فقد الله عز وجل أنبأه وأخبره بأنه سوف يحاربه فكيف يحارب هذا الإنسان رب العالمين وهذا فيه تحذير الحذر الكبير من التعرض للصالحين والأولياء والمرسلين والأنبياء والصحابة تعرض لهم والحديث عنهم هذا خطر كبير على هذا الإنسان فالله عز وجل سوف يكون خصم هذا الإنسان وسوف يحاربه قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته حليا إذن الفروض هي أول سعب للمحب فالدرجة الأولى والمهمة التي يجب إنسانا ينطلق منها أولا الفراغ مثل أركان الخمس أركان إسلام الحقوق الواجبات الحلال والحرام كل أركان ليس طاعة الله عز وجل ورسوله الناس قد تظن بهذا الحديث فقد الصلوات ما افترضت عليه بالصلوات نعم الناس تنسى أحيانا يقول لك أنا الحمد لله صليت وصمت وبس لا هناك حقوق هناك واجبات كف الشر على الناس وفعل المطلوب النفقة الواجبة النفقة على الأهل نفقة على العيال وكذلك إنسان يبتعد عن الكلمات المحرمة والفعال المحرمة هذه كلها داخل في الأسباب الجانب لحبت الله وترك العقوق هذه كلها من الواجبات جميل ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقْرُّ إِلَيْهِ بِالنَوَافِلِ حَتَّى أُحِبَهِ الله أكبر إذن النوافل هي الدرجة التي تسابق فيها الناس لأن الناس إذا أدت الواجب تساوت صحيح ثم بعد ذلك إذا أرادت أن تسابق تسابق في النوافل صحيح بعد الصلوات الخمس تؤدي النوافل قيام الليل، الوتر، الضحى، سنن رواتب الصلوات المستحبة، سنة الوضوء إلى غير ذلك وبعد أداء الزكاة تؤدي الصدقات والصدقة شأنها عظيم وتقع من الله بمكان عظيم حمد أنا أفهم من كلامك زاكر الله خير لهذا الشرح أن النوافل هنا في الحديث ليس من وقص فيها فقط النوافل التي هي بعد الصلاة فرض السنن بل بكل أنواع النوافل في الإبادات كل أنواع النوافل القولية والعملية بذل المال، أحسان إلى الخلق النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا النار ولو بشقة أمره فمن لم يجد فبكلمة طيبة حتى هذه ومن أعظمها التي فيها أجر عظيم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الإنسان مثل هذه البرامجة الطيبة المباركة الدعوة أصلها عند بعض العلماء الواجب إذا تعينت على إنسان ولا يوجد غيره فتتعين عليه ولكن الإنسان عندما يبادر ويكثر من دعوة الناس إلى الخير ويسارع في طباعة الكتب النافعة وتعليم الناس الآن في وسائل التواصل ونشر الخير هذه من أعظم ما يقرب العبد ربه سبحانه كل الناس تذهب بأجر ولكنك أنت تذهب بجور كل من دعوتهم الله عز وجل يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين نعم إذن أيضا شيخ حمد زاكر الله خير يعني على ذكر هذه الأسباب الجاربة لمحبة الله عز وجل ذكرنا لحبتنا مشاهدي الكرام أول سب قراءة القرآن الكريم ثم ذكرنا النوافل أيضا هناك شيخ حمد زاكر الله خير دوام الذكر ذكر الله عز وجل من الأمور العجيبة نعم الذكر من أفضل وعظم قربات ولذلك الله عز وجل يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عدى الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة وعلامة حبك لشيء أن تكثر من ذكره فإذا كترت من ذكر الله بقلبك ولسانك وجوارحك فهذا هو المحب الصادق والحب الحقيقي الذي ينطق به اللسان نعم وتنطلق به الجوارح فحب الله سبحانه وتعالى غذائه وأعظم أسبابه هو الذكر الله عز وجل ولذلك ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة يقول الله عز وجل فاذكروني أذكركم والنبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون نعم أحياكم والله والحبة الكرام من جديد في لقاء على ترامة وصلي معكم على الخير والمحبة وهذه الحلقة عن محبة الله عز وجل مع ضيفي الفاضل الشيخ حمد عبد الرحمن الكوس أحياكم الله شيخ حمد وأسعداه باللغاية من جديد الله أحيا كبارك فيك ونحن كذلك نشرف ونسعد يا مرحبا شيخ حمد قبل الفاصل كنا نتكلم عن الأسباب التي تجرب بإذن الله عز وجل محبة الله سبحانه وتعالى للعبد وصلنا عند انتهينا من ذكر يعني دوام الذكر وأنه من الأسباب الجاري لمحبة الله الآن ندينا أيضا السبب شيخ حمد وهو أن الإنسان إذا آثر محبة الله سبحانه وتعالى وقدمها على كل ما يحب كان هذا إن شاء الله يعني سببا في محبة الله عز وجل نعم إثار محاب الله على محبك نعم أن الإنسان يخالف هواه ويتبع ما أمر به الشر هذه القضية التي يقع في مخالتها كثير من الناس فكثير من الناس يتبع هواه ويقول لك اتبع هواك وما تمليه عليه نفسك ويرضي نفسه ولكن هو لا يرضي نفسه إنما يرضي الشيطان في مخالفته لله عز وجل أرضي نفسك بما لا يخالف في أمور مباحة في أمور جائزة في أمور مستحبة واجبة سوف ترضى بإذن الله عز وجل وترضي ربك ولكن أمور محرمة سوف لا شك أنها تضرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يغذف في النار ثلاثة أمور النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كن فيه وجد حلاوة الإيمان كما تجد حلاوة السكر والعسل بفمك تجد اللذة أحسنت الإيمانية الطمأنينة والراحة والسكينة الآن يقول لك الناس تبحث عن السلام ما دل إيش كام يسمونه السلام داخلي هذه هي السعادة الحقيقية الطمأنينة حتى السعادة شريخ حمد وراحة النفس وسكونة لكن هذه الطمأنينة دائمة بحمد الله هذه هي الحقيقية نعم بعض الناس يقول لك يقعد وأسكن وبينك وبين نفسك وفضل نفسك وبعد عنه عشان تصفي بالك لكن موقعة هذا الشيء مثل ما ذكرت إنسان ما يستطيع أن ينفك من همومه وغمومه أحيانا وأحيانا هذه الأمور لا تعطيك الشعور الحقيقي عندما تخرج خارج هذا المكان سوف يعود لك الهم وسوف يعود لك الغم ولكن الحب لله ورسوله والطاعة لله ورسوله كما ذكرنا قبل قليل بذكره وشكره وحسن عبادته لا شك أن تحقق محبة الله سبحانه وتعالى فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سوهم يعني أوامر الله أوامر رسوله تكون مقدمة على أي شيء آخر ثم قال وأن يحب المر لا يحبه إلا إلا كذلك أن تختار وتحسن الأختيار لمن تحب تصاحب الصالحين وتختار الصالحين هذا صلاح لقلبك تختار الطالحين والفاسدين ثم تقول ما بالي وأنا قاعد أصلي وصومه لكن هؤلاء لا شك أنهم يؤثرون على صلاح قلبك وعلى محبتك لربك فصاحب الناس الأخيار تنل بين الله أزا وجل أعلى الدرجات والمقامات ثم قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله كما يكره أن يغذف النار تكره الكفر والشرك وما يدعو لذلك من معاص ونذنوب ومخالفة أوامر الله أزا وجل هذه إذا أنت باعت بينك وبينها سوف تنال بإذن الله أزا وجل المحبة إذا تسمح لي كذلك الأمر خامس وهو معرفة الله أزا وجل بأسماه وأصفاته خالي شخمد توجد المحبة الله أزا وجل نعم لن تنال المحبة إذا أنت لم تعرف ربك حق المعرفة سبحانه الله ولن تنال رضاه إذا أنت لم تعمل بمختبر هذه الأسماء والصفات لابد أنك تقرأ وتتعلم أسماء الله أزا وجل ومعاني هذه الأسماء الجميلة العظيمة التي تغرس في القلب كل ما هو جميل وتترك في القلب أثر عظيم فعلم نفسك وعلم أبنائك خذ بعض هذه الكتب الآن كتب كثيرة في شرح اسماء الله أزا وجل وطبقها في حياتك نبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله تسعة وتسعين أسما من أحصاها دخل الجنة يقول أحد الصالحين خرج أهل الدنيا وما ذاقوا أجمل ما فيها قيل وما أجمل ما فيها قال معرفته الله وقال بعضهم نحن في نعيم لو يعلم فيه الملوك وأبناء الملوك لجال دون عليه بالسوف وشيخ رسال تيمية رحمه الله قصته المشهورة عندما سجن فقال ما يفعل أعدائبي أنا جنتي ومستاني في صدري أينما رحت فهي معي لا تفارقني إن حبسوني فحبسي خلوة وإن قتلوني فقتلي شهادة وإن أخرجوني فإخراجي سياحة فالجنة يلخوة في صدرك عندما تعرف الله حق المعرفة وتنال هذه المعرفة الحقيقية بتعلم أسماء الله والعمل بها من خلال تعلمك كذلك للقرآن والسنة فيها شرح عملي لهذه المعاني العظيمة أيضا شيخ حمد زاك الله خير هناك سبب يجرى محبة الله عز وجل والخشية وتقوى الله وهو أن تعرف بر الله سبحانه وتعالى وفضله وإحسانه عليه هذا يجرى محبة الله عز وجل نعم ورد أن الإنسان لا بد أن يحب الله عز وجل لما يغذوه لما يغذوه به من النعم الله عز وجل سبحانه وتعالى أعطانا النعم والخيرات ونحن في هذا البلد العظيم ونحن في الكويت فضل الله عز وجل ننام ونستيقظ في أمن وأمان وعافية وصحة عندنا الحرية والله بحمد إن شاء الله التي ستكون بإذن الله عز وجل دائما إن شاء الله منضبطة في عبادتنا وفي طاعتنا الله سبحانه وتعالى ولا يوجد ما يكدر صف طاعاتنا لله وعباداتنا لله سبحانه وتعالى وبفضل الله عز وجل عندنا من ولاة الأمر منهم حريصين علينا نحسبهم كذلك إن شاء الله ونسأل الله لهم المزيد من التوفيق والتزديد نعم عظيمة وخيرات كثيرة عندنا مساكننا وبيوتنا آمنين مطمئنين نذهب وعندنا بفضل الله عز وجل هذا التعليم وهذه الخيرات الكثيرة نحتاج أن نشكر الله نعم البعض الناس ترى في دولة الفانية عندها دولة الفانية لا نحن مقارنة بأغلب دول العالم نحن معد ملوك لماذا عندنا خير عندنا طعامنا وشرابنا وأمن وآمان إذن شكر الله عز وجل بالقلب واللسان والجوارح والتعرف على ألاء الله عز وجل هذا مما يجلب محبة الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعامهم من جوع وآمنهم من خوف نعم أيضا شيخ حمد مسألة مهمة يعني هل للانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى يعني أيضا نجيب لك محبة الله عز وجل كيف ذلك؟ أن المحبة حب الله عز وجل وأصله المحبة هي أصل العبودية ولكي تحقق هذه العبودية الكاملة لابد أن ينكسر وأن يتذلل هذا القلب لله عز وجل وأن يخضع لله سبحانه وتعالى وأن ينطرح بين يدي الله عز وجل وأن يستجيب لأوامر الله أنت إنما سميت عبدا والعبودية هي كمال الظلم والخضوع والخوف والخشة مع الحب لله عز وجل لا تسمى العبادة عبادة حتى يجتمع فيها الحب والخوف والخشة فلا يجد عبادة فيها فقط خوف أو عبادة فقط فيها حب لا بد أن تجتمع حبك وخوفك وخشتك ورجائك هكذا يكون هذا القلب محبة لله سبحانه وتعالى وإذا كسرت من يدي الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يحبك لذلك شيخ خمد نعم بقدر ما تنكسر بقدر ما تقضى إلى الله عز وجل نعم طيب أيضا شيخ خمد لا شك أن هناك أسباب كثيرة لمحبة الله سبحانه وتعالى نعم منها كذلك الخلوة وقت النزول الله لمناجاة الرب سبحانه وتعالى واستغفاره ودعايا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون عبد من ربه في ثلث الليل الآخر وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في هذه الساعة فكن هذا الوقت وقت نزول الرب سبحانه وتعالى نزولنا لقب جلاله وقت استجابته يقول هل من داعي فاستجيب له هل من مستغفرين فاقفر له وذلك كل ليلة والله عز وجل قد مدح وامتدح المستغفرين بالأسحار فقال والمستغفرين بالأسحار وقال الله عز وجل إن المتقين في جنات وعيون أخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين الله عز وجل يقول هؤلاء اللي دخلوا الجنة تعالوا وحدثكم ماذا كان كانوا قبل ذلك محسنين إحسان في عبادة الله وإحسان في تعاملهم مع خلق الله ومن الإحسان في عبادة الله أنك تعبد الله كأنك تراه فالأم تكن تراه فأنه يراك كأن تجعل الله عز وجل نصب عينيك في وقت الثلث الليل الآخر الله عز وجل يقول في هذه الآية كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار ومن أعظم القربات لا شك الصلاة 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 في الثلث الليل الآخر عظيمة وشأنها عظيم لذلك لو تصورت معي ركعتين تصليهم الله عز وجل تجمع لك أمهات الأذكار التي نتكلم عنها صحيح تجمع لك العبودية والذل والفضوع والانكسار بين أيدي الله عز وجل وخصوصا في الثلث الأخير من الليل فالإنسان إذا خضع الله عز وجل في هذه الفترة مصليا فإنما سوف يقرأ القرآن ويسبح ويسجد ويدعو واستغفر فينال الرفعة وينال الحب من الله سبحانه إذا شيخ حمد فاصل أرجعي معك إن شاء الله تعالى إذن أحبتنا فاصل أرجعي لكم في برمجكم رقاء الأثراء خلكم معنا ومحبة الله عز وجل هي إيثار محبة الله على ما سوى بالالتزام في أمره واجتناب نهيه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في كل كبيرة وصغيرة وسلوك طريق المحبين والتحزب لأهل محبة الله ونصرتهم ومودتهم وصرق المحبة الإيمانية لكل محبوب لله والبعد عن كل ما يسخط الله وينافي محبته حياكم الله ومشهد الكرام ورجعنا معكم من جديد في لقاء على ثرامة ووصلين معكم على الخير والمحبة وهذه الحلقة عن محبة الله عز وجل مع ضيفي الفاضل فضلة الشيخ حمد عبد الرحمن الكوس حياكم الله يا شيخ وأسعدا برقائك الله حيك بارك ونحر كذلك شيخ حمد قبل فاصل كنا نواصل معك ذكر أسباب الجالب للمحبة الله عز وجل ولا وصلنا معك لسبب ودنا توقف عنده شيخ حمد وهو أن الإنسان عندما يجارس الصالحين وإن شاء الله بذلك ينال محبة الله عز وجل فكيم ذلك شيخ حمد نعم هذه دائما نصح بها خصوصا الشباب في بداية عمر وكتب العمر الآن مع عودة المدارس كاملة وكذلك عودت الناس إلى الدواوين وحياتهم الحمد لله فضل الله عز وجل قرابة سنة الآن الحمد لله عدنا يعني عودا يعني إلى حياتنا الطبيعية يقول النمي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله عز وجل وجبت محبتي للمتحبين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه الله عز وجل أوجب محبته لمن تحب فيه وجبت أي أن تجعل هذه العلاقة التي بينك وبين هذا الإنسان إنما لوجه الله سبحانه وتعالى إنما لأجل الخير الذي فيه إنما لأجل التواصي والتواصل ولا مانع الإنسان أن ينال منافع دنيوية يعني تكون وسط هذه العلاقة ولكن ليست هي المقصد يكون هناك تعاون يكون هناك مجالسات ليست فقط للذكر في العبادة ولكن تجلس مع هذا الإنسان تتأثر تتأثر به مجرد مجالستك لهؤلاء لذلك كان في الماضي الناس يجلسون في مجالس العلماء ولو لم يكونوا من أهل العلم فكانوا ينظرون إلى سمت هذا العالم وإلى هذا الرجل كما كانوا يفعلون مع الإمام الحمد الحنبل يأتي الآلاف يجلسون ينظرون إليه وإلى سمته وإلى أخلاقي فيتأثرون بمجالسته والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على ديني خليلي فلينظر أحدكم من يخالم ومثل الجلي الصالح والجلي السوء كحامل المسك ونافق الكير فحامل المسك إما أن تبتاع منه ومن تجد منه ريحة طيبة ونافق الكير يعني يحرق ثيابك كما ورد عن النبي صلاة صلواته ربي وسلامه عليه إذن الإنسان يسترق الطباع بالمجالسة فاحذر أن تجالس أهل الشر واحذر أن تكون هذه المجالس مجالس معصية لأنه ستغضب الله وتبعدك عن دربي المحبين إلى دربي الشياطين والياد بالله نعم شيخ خمد هناك لا شك سباب تجلب أو لا تجلب تبعد بين محبة الله سبحانه وتعالى وبين القلب للذي يحب الله عز وجل فإذا نعرف ما هي الأسباب التي تبعد بين أكوين محبة الله سبحانه وتعالى لا شك أن من أراد محبة الله سبحانه وتعالى أن يباعد بينه وبين كل سبب يحول بينه وبين الغلب اتباع الشهوات المحرمات اتباع هواه مخالفة لأمر الله الآن تجد الفتاة أو الولد أو غير ذلك تقول يا أبني افعل كذا تقولك لا أنا ما بي على أبي كيفي وعلى هواي وغير ذلك لا يا أخي الكريم اتبع عمر الله سبحانه وتعالى ففيه الخير فالله عز وجل ورسوله الكريم صلواته ربه وسلامه لا يمران إلا بما فيه خير لك وبصرحة لك فالله عز وجل حرم هذه الأمور من خمور من هذه الفواحش وغير ذلك لضررها وقطرها صحيح حرم الله عز وجل الكذب لأثرها بين الناس حرم الله عز وجل الخيانة لخطورتها بين الناس فلا تظن أن هناك شيء الله عز وجل يأمرك به إنما هو حرمان لك من خير إنما هو مباعدة لك عن شر وكل ما يأمرك الله عز وجل إنما هو خير لك فالإنسان يباعد بينه وبين كل ما يحول من شهوة محرمة من صحبة محرمة من طعمة محرمة حتى الطعام والشراب الإنسان يبتعد عن أكل الحرام يحلل هذا الطعام ويحلل الراتبة بعض الناس الآن يعني يتسيبون ويتركون عمالهم ويهربون ويبحثون عن مصادر للمال ثم يقولك الله أنا حزين وحياتي يعني مأساة لا أجد بركة في يومي وليلتي انظر إلا الأسباب فهي قد نقلتك من دربي المحبين إلى دربي الذين قد غضب الله عز وجل إذن الشيخ حمد هناك يعني أيضا سؤال المهم يتبادل لديه الإنسان الإنسان الشيخ حمد كيف يعرف أن الله سبحانه وتعالى يحبه ما هي علامات أن الله سبحانه وتعالى يحبك إيه والعد علامات لحبة الله لا شك أيها أخي الكريم أن مقامك حيث أقامك إذا أقامك الله عز وجل على الخير والطاعة والحب له سبحانه وتعالى الصادق ولازمت هذا الطريق واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني والله عز وجل قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى الود هو خالص الحب الله عز وجل يقول الذين آمنوا حقق الإيمان والتوحيد الخالص واخلص الله في أعماله وحقق الإيمان الصادق مع الله عز وجل وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات يقتضي أن تكون هذه الأعمال موافقة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال سيجعل لهم الرحمن ودى ودى عنده ومحبة عنده وسعادة وتغمر قلب هذا الإنسان وودا في قلوب الناس لكن قولها أهم شيء عند الله سبحانه وتعالى هذا أول شيء إذا الله عز وجل أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبها للسماء ثم يوضع له قبول في الأرض بقدر إيمانك ومحبتك الله عز وجل ينشر الله عز وجل لك القبول عنده وسعادة شيء أحمد ما شاء الله وصلنا معك ختام هذه الحلقة والكلام كثير حول محبة الله سبحانه وتعالى برشك لكن الوقت يعني وصلنا إلى ختام إذا عندك كلمة خيرة ونخطن حقا إن شاء الله تعالى أنا أدعو إخواني إلى الاستزادة حول هذا الموضوع وإلى التعلق بالله عز وجل وترك التعلق بالمخلوقين الآن كثير من الناس أصبح عنده مصطلح المحبة والحب لحب ما حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم ولو ذاقوا محبة الله لما فكروا أن يحبوا غير الله عز وجل ولو سلكوا طريقة محبة الله لوجدوا حياة أخرى غير الحياة التي يعيشها هؤلاء الناس أزاك الله خير شيخ حمد بارك الله فيك أزاك الله خير أيضا شكر مصولكم وإلى حب العام المتابع وإن شاء الله تعالى نتقيكم في اللقاء مقبل من هذا البرنامج حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة